ازاي سيدنا هارون عرف سيدنا موسى او سيدنا موسى عرف سيدنا هارون تعال نعيش في دقيقة واحدة مع القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال لك و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ايه فيها امرين ونهيين وبشارتين ان الله سبحانه وتعالى قال و اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ادي امره اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه ادي الامر التاني ولا تخافي ولا تحزني ادي النهي هو ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ادي البشارتين طيب يا مولانا الكلام كده ماشي حلو اوي حلو جميل جدا جدا ربنا اوحل الام موسى ان هي تحطه في قلب اليم تحطه في قلب التابوت ده فيجلي في قلب البحر الى ان يصل الى ايه الى فرعون الى ان يصل الى فرعون تمام في منطقة هنا البدرشين طيب حلو او كلام جميل طيب يا مولانا عرف ازاي تعا ما نيجي نمشي في القصة الايات نلاقي ان اسيا مرات فرعون مكادش بتخلف فكاد مرات فرعون ما بتخلفش وكان على فكرة كانت جميلة جدا 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 وكانت احب النساء الى ايه الى فرعون وكل انه عنده كانت عنده تسعين ولد لكنه اعوز يخلت من اسيا دي عشانش بس القصة ماشي ازاي فالمهم قالت امرات فرعون اللي فرعون لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولد وهو ايه وهم لا يشعرون طيب يا مولانا جميع اوي واصبح فؤاد ام موسى فارغة ان كادت لتبدي به لولا اراباطنا على قلبها لتكون من المؤمنين حلو اوي ربنا طمينها هو وقالت لاخته كصيه وقالت لاخته اثبت الهي وانت بتقرأ كده وقالت لاخته كصيه يعني تتبع الاثر فبصوا ربه عن جنوب وهم لا يشعرون قعدت تشوفوا راح فين وجي من الغاية ما وصل الى ايه قصر في العون من حكمة ربنا سبحانه وتعالى ومن عطاء الله وحرمنا عليه المراضع اي ثدي موسى لا يلتقت هذا الثدي جميل جميل طيب وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له نصحون جات ام موسى في قبل القصر وربت موسى وارضعت موسى وبالتالي شفت اخوه هارون وموسى كان عارف بدليل ارسل معي اخي هارون فلو هو مش عارف اخوه هارون هيقول له ارسل معي هارون قلاص يبا سيدنا موسى عرف سيدنا هارون في القصر لما كانت امه بتاخده وتردعه والله تعالى اعلى واعلى معنا